اشتركوا في القناة احنا الاول انا محمد محمد ابراهيم طالف قرية علام جامعة الهرام الكندية في قسم علاقات عام وعلانات احنا مجموعة من خمس بنات وثلاث ولاد احنا كنا مشروع تخرجنا دائما بين فكرة ان احنا بنعمل زي حاملة بتبقى ايمة على فكرة حاجة سوشيال او حاجة كوميرشال ان كان ابليكيشن او ان احنا بنشوف مشكلة مجتمعية فاحنا كان الفكرة عندنا في القول ان احنا ندمج الاثنين ببعض يعني احنا عندنا في مشاكل موجودة في المجتمع وبقى في حلول دلوقتي من انسب الحلول او من احسنها بقيت فكرة تقديم خدمة من خلال الابليكيشن فاحنا كنا عندنا الهدف ان احنا كلنا نعمل ابليكيشن يفيد ايا ان يكون مين في المجتمع يعني ده كان في البداية حد ما وصلنا الفكرة ان انا مع المشكلة الحركية اللي عندي بقالها 13 سنة انا قررت ان احنا يعني نقرب الاثنين لبعض وفعلا قررت ان احنا نعمل ابليكيشن خدمي لمساعدة الناس عندهم مشاكل حركي في حياتهم عشان تكون اسهل وتبقى افضل يعني عظيم طيب انت دلوقتي مريت بحاجات في حياتك صعوبات معينة خلتك من خلالها تقرر انه انا عايز احل المشاكل دي لناس تانية واساعد غيري عملتوا ريسيرتش في الاول او عملتوا بحث كده قدرتوا من خلاله انتوا كمجموعة تعملوا كده حصر للحاجات اللي محتاجين توفروها للناس اللي عندهم مشاكل حركية عايزة اعرف منكو اشتغلتوا على الانسايتز ازاي اللي طلعتوا بيها من تحليل البراميري ريسيرتش اللي عملتوها احنا كل حاجة عندنا ان كان السكشن او طريقة المسيج بتاعتنا اللي بنستخدمها حتى على السوشيال ميديا هي ايما على كل الانسايت احنا جمعناه في السيرفي بتاعنا في البراميري ريسيرتش فكان من ضمن الحاجات مثلا او اكتر حاجة كانت فيها مشكلة هي فكرة الاتاحة فكان دايما ان الناس كلها كانت بتسأل الاتاحة احنا عندنا مشكلة اكتر في الاتاحة احنا كان عندنا مبدئيا وجهة نظر من خلال انا او من خلال زمايلي ان احنا كنا شافين ان فيه كم مشكلة عند الناس دي موجودة احنا محتاجين ان احنا ندور على اصولها ونعرفها موجودة فعلا ولا لا فكان من ضمنهم فكرة ان احنا بنروح مكان فمش بلاقي مثلا رامب موجود ان انا ادخل المكان ده كان فيه مثلا فكرة ان احنا عايزين نروح مثلا لمؤسسة ممكن تفيدنا او تخدمنا بس احنا مش عارفين هي فين مشاكل مثلا الناس مشتغل في التعامل معنا قوي او احنا محتاجين اكتر نبقى عندنا انبور ان احنا نقدر نموجودين في المجتمع بشكل افضل فدي كانت الحاجات من ضمن اكتر انسيتها فكرة الاتاحة فهو اصلا الاتاحة هو الغرض الاساسي بتاع application accessibility اسم عبارة عن ايه طيب هو كلمتين هو الاسم المفروض جاي من concept كلمة disability disability بالانجلش اللي هي معناها اعاقة او لما تيجي نترجمها هنقسمها عدم قدرة مثلا ديس اللي هو عدم والقدرة اللي هي الابلتي فاحنا عندنا مصطلح accessibility اللي هو الاتاحة احنا اختصرناه في كلمة اكس او اللي هو ACS وتبدلت بدل disability بقت accessibility بدل من عدم قدرة او عدم مقدرة بقت لقدرة على الوصول فده كان ال concept في الاسم او التحول في الاسم يعني طيب انتوا عندوكو بيتج ومنها بتسمعوا الحكايات الملهمة من الناس اللي عندها يمكن مشاكل في الحركة فعايز اعرف منك القصص الملهمة يمكن اللي جات لكو يعني والهمتكو كلكو في العالم واحنا مفروض كان عندنا المبادر ان احنا نعمل من الحاجات السوشي بتاعتنا ان احنا نقدر نوصل لناس يحكونا قصص ملهمة عشان نقدر بدل من فكرة بقى ان احنا يبقى عندنا التوعية او الجو اللي فيه يعني صعبانيات شوية الناجاتب او سلبي شوية وبالزرد تبقى فيه الباور ان الناس عادي هم بس محتاجين احتياجات زي ما قلنا مثلا محتاجين اي سيرفز جديدة احنا محتاجين سيرفز وحياتنا عادي ما فيهاش اي مشكلة فكان طبعا اكتر الكصص يعني كان اخر كصة كنا نشانها كان قصة هدى كانت معانا هي ام بتحكي عن يعني مش معاناة بتحكي عن تجربتها وولادها وحياتها معاهم فالقصة دي حتى كانت مرهمة وقوية بالنسبة لنا انها حتى اتعرضت في فيديو موشن كان ظريف والناس كانت حباة ومتفاعلة معاه فدي كانت من اكتر كصة وبصراحة يعني احنا بنشوف ان الكصص زيها زي اي قصص ممكن تلهمنا مش حاجة مميزة وبنحطها في زي مميزة زي ممكن اي حد من زمينا ممكن يحكي لي قصة طب خليني اسألك السؤال بطريقة تانية ايه القصص اللي الهمتك ان انت يمكن تلاقي حل على الابليكيشن لي يعني حد مثلا بيقول انا مش عارف اخرج المكان الفلاني او مش راقي مكان ان انا قدر او رامس معينة فانت من هنا روحت ابتديت تعمل بحث كده عن الاماكن اللي ينفع نخرج فيها والفكرة مجاتش من كده قوي قد مجات من تجربتي اليومية لكل يوم انا كنت مثلا اجي اخرج مع زميلي المكان ده طب انا مش عارف انزل حال في رامب لا اصلا مش عارفين فممكن غير المكان دايما كان دي كانت المشكلة فانا كان عندي المشكلة دي وكان عندي يعني نسبا اكيد دي عند الناس كتير اكيد المشكلة دي مش عندي انا بس فلما جيت حتى بدأ نشوف الجروب سبقالنا الناس مثلا تكتب بوست انا مش لقى اي مكان طب المكان الفلاني طب انا جيت خرجت ورجعت من المكان حاجات بتبقى ايه مؤثرة فهي الموضوع افضل بس غالبا كل الطلبات بتاعتهم واحدة او غالبا من بعض او كل الطلبات موحدة لانه مفيش حاجة غريبة مثلا تخليك توجد لها حل ده سؤال بسانت حاجة غريبة مثلا او طلب مش موجود انت ما بتقدموش على الابليكيشن فلما حد سألك عنه فانت بدأت تضيف على الابليكيشن عشان تساعد بقيت الناس هو الفكرة ان الطلب اللي بتاعتهم اللي بتطلبوه ده اصلا مش موجود لو كان موجود مكانش هيفضل يطلبوه العدد ده كله فانا فكرة ان انا مش عملت الحاجة العادية لأ انت بتدور على المكان توقع تدور على الجوجل كتير او بتسيرش مش بتلاقي انا جبتلك الحاجة بطريقة اسهل موبايل كلنا في ادينا على طول فانا بقول له معلوماتك اهي انت تيجي تنزل الصبح البست خلاص فتحت الموبايل هتشوف المكان تمام اوكي انا نازل عادي جدا مفيش اي حاجة زي ما انا بطلب اي مواصلة او بقى فتح الابليكيشن هشوف اي سيربس مثلا تواصلني للمكان او غيره عظيم الابليكيشن ده متاح دلوقتي يوم موجود المفروض ان هو تحت التطوير يعني هو مفروض هيبقى موجود قريب بس احنا حاليا لسه يعني بنجمع معلومات عنه او المعلومات اللي تبقى موجودة وبس طيب عظيم بتستهدف اي فئة عمرية احنا فئات عمرية مش عندنا فئة يعني احنا اكتر ممكن الشباب عشان ممكن الخروج او كده يبقوا موجودين يخرجوا اكتر ممكن 18 لحد منوصل لحد حاجة و 30 سنة ومن فوق الحاجة و 30 عشان الامهات والاباء كمان ان هما لو ابنهم مش بيقدروا ياخدوا قرار بنفسهم فهو هيقدر يستخدم الابليكيشن نيابة عنه عشان يقدر ايه يشوف المكان مثلا محتاج مركز طبي محتاج يخرج محتاج يجيب له مستلزم طبي معين فدي الفئات بتاعنا محمد بتحلم بايه يعني ايه اللي لو حصل انت حتحس ان انا مرتاح وعيش حياتي بطريقة طبيعية جدا هو احنا ممكن في احلام شخصية طبعا وفيه طبعا اهم حاجة بالنسبة لنا في الفترة دي فكرة ان الابليكيشن يفضل مكمل يبقى موجود مع الناس بشكل كبير وده يمكن مش حلمنا الواحدي يعني احنا كلنا المجموعة الشباب كلها والجروب كله عدف واحد ان الابليكيشن ده عايزين نكمل وكانت فكرتنا بالاول ان احنا مش عايزين حاجة تحط في ورق المشروع تخرج وخلاص نطلع نشوف حياتنا بعدين لا هي حاجة المفروض موجودة ان احنا نكمل بها بعدين تبقى كاستارتبقوا حاجة موجودة تفضل تخدم الناس دي على طول طب وانت ابقى حلمك الشخصي اه اكيد طبعا انها يعني اتخرج من الكلية بتقدير كويس وشغل طبعا ان شاء الله كمل مستر بي اتش دي قدام ويعني اكمل في مجال التدريب شوية طبعا بجانب حياتي عامة ايوه انا اصفها اخر حاجة المحيط اللي حواليك ازاي عايز تشوفه يعني بتحلم تشوف ازاي الاماكن حواليك كل حاجة اكيد طبعا ان انا اروح اي مكان يبقى لي جزء فيه كبير او ان انا اي مكان يحس ان احنا موجودين في يعني لينا تواجد زي اي فئة او اي حد من الناس كلها يبقوا موجودين في المكان ده ان هما اتاح الدخول او ان هما يقدر يوصل لي حس ان هو اكساس بالشعر انفولفت في حياته عامة طيب انا عايز اكلمك عن دعم الاسرة وانا شايف حاجة صغيرة كده من الدعم والدتك وقفة جنب الكاميرا بتصورك دلوقتي فاقول لي ازاي بتدعمك وزاي دعمتك كمان لما فكرت في المشروع ده هو بالمناسبة يعني اصلا والدتي كانت هي التسبب الرئيسي في اختيار الفكرة دي لانك دايما كانت تقول لي احنا لازم نعمل حاجة تفيد لازم نعمل حاجة تحل المشكلة او الناس تقدر توصل لانا في الاول كنت بحاول ادور على الابليكيشن حاجة جديدة او في مكان مختلف فاقدامي تقول لي لا احنا محتاجين نشتغل علي طبعا في الاول كنت مش عارف اوصل ايه هي كان طبعا الزقة بساعدك ديك افكار اوه هي الزقة فكرة اني لازم نركز هنا ولما طلع من اول ما الفكرة كانت حاجة بسيطة لحد دلوقتي وهي الدعم الاكبر لي يعني انا بشجعها لان احنا شايفين قدامنا دلوقتي شخصية قوية جدا وشخصية عندها ارادة وعندها حلم وانا شايفة فعنيك ما شاء الله انك كده كده هتوصل له مهما حصل عايز اعرف منك ازاي بتتخطى الكلام اللي هو اللي كل الناس بيجي لها انه مش هتقدر مش هتعرف يا عم ده الموضوع صعب ده بتعدي ازاي الكلام ده هو انا ممكن يعني بقى الرد تحس في غرور شوية بس انا مش بشوف الكلام ده او مش بسمعه اصلا يعني انا كان عندي في الاول كنت بسمعه هو ثقة هو ثقة لان انت عارف ان انت قادر تعمل اه هو فكرة احنا كلنا كبشر قادرين يعني كلنا هنقدر نعمل احنا عايزين ومدام عايزين ممكن ناس تبقى ما عندهاش هدف او كده مش هتعمل اللي عنده هدف هيعمل ايا يكن فكنت قبل كده كنت وقف عند الكلام ده بس انا خدت مبدأ ان انا يعني باثبت نفسي في ارض الواقع يعني قول ما دخلت الجامعة في اول يوم وانا كل فكرتي ان انا اثبت انت قوله مش تقدر طب انا هعمل كذا وكذا وكذا اللي عايزه كده كده هبقى ماشي فيه فانا الكلام يعني ما حدش حتى بقى دلوقتي يعني يقدر يجي حتى يكلم او يقول كلام تسكت كل الالسانة اللي كاب بتقول انك ممكن ما تدرش او كذا طيب انا عايز اعرف برضو حاجة تانية انت لما طرحت فكرة المشروع ده اصدتك في الجامعة كان ردهم عامل ازاي تقبلهم للفكرة وعرفنا اكتر كمان على عضاء الفريق احنا عضاء الفريق نبدأ بيوم عندنا المفروض احنا خمس بنات معنا ايا محمد ايا كمال وفاطمة وميري وفيروس الحسيني ومعنا انا وطارع عبدالعظيم ومصطفى محمد احنا الفريق كله تحت اشراف دكتور حاد بدر المشرفة والمعيدة دكتورة جن ياسر في الاول هم يعني كانوا كانوا عايزين نشوفوا ايه الجديد اللي احنا ممكن نقدمه يعني الناس كتير اشتغلت على مثلا توعية للكلام ده كلهم كانوا عايزين نشوفوا انتوا هتقدموا ايه جديد هنوصل لايه جديد في الموضوع فلما كانت فكرة الابليكيشن وفكرة ان الكوميرشال كان الهدف ان هو ايه يعني يتنفذ والناس شوفوا فعلا لاما كده هيبقى مش ملوش فايدة او ان انا عملت حاجة كفكرة الناس كتير قدمت ممكن تقدم افكار بس مش هتنفع فكرة ان حاجة تبقى قادرة تتنفذ توصل للناس بشكل كويس وطبعا هم كانوا داعم لنا من البداية والتوجيه وكان ضغط شغل عشان نوصل نظهر للناس بشكل كويس واكيد طبعا يعني شكرا لكل الجروب والدكتور والمعيدة وجمعيتي طبعا على دعمهم وان احنا مكملين ان شاء الله هنفضل مكملين في الفكرة ونوصل بها بأحسن شكل الفئة ان شاء الله طيب احنا كنا بنتكلم من شوية على الفيديوهات التحفيزية هل فكرت انك تعمل بقى انت بنفسك فيديو لنفسك تحفيزي وتحط برضو على الابليكيش ان انت قدرت انك تفكر لان احنا دلوقتي بنقول ان بنعمل فيديوهات ملهمة للناس اللي عنده ابن او طفل عنده مشاكل في الحركة ما بقاش عارف يعمل ايه عايزة شوف نموذج ناجح زي عايزة شوف حده قدامه قدروا يفكر ويتخطى عقبة يفكر ويحط حلل نفسه وحلل الناس كمان هو حريبا يتكلم على فكرة الاهالي نفسهم ولا ممكن الشخص نفسه يبقى للشخص نفسه لو هو كبير ومدرك وواعي او للاهالي عشان لو ابنهم لسه صغير ما يحسش ان فيه عبق عليهم لا احنا هنعرف نتحرك وهنساعده في البداية حد ما هو يقدر ويفكر ويعرف يتصرف ويبقى مدرك ادراك تام ويبتدي هو بنفسه يدخل على الابليكيشن ويعرف هو محتاجه هو حاليا محتاجين برضو فكرة الهدف اللي احنا عندنا في الاول فكرة انه هنعمل توعيع بالابليكيشن بتاعنا نبدأ نعرفهم ان فيه ابليكيشن بيعمل كذا تقدر تستخدم ابليكيشن عشان يبقى كذا والناس اصلا يعني يعني فيه ممكن انطباع محطوط شوية هما شافين عبق أم الأسف هما بقوا هما حابين هما موجودين بالنسبة له ما فيش اي مشكلة بس هو بقلعب ان فكرة ان ما فيش اللي سهل بس هو في حاجة بتسهل هو بالنسبة له ما عندوش اي مشكلة طبعا كلنا لما بتظهر اي سيرفس جديدة حتى لي نحنا بنحس ان هو لا دي حاجة كويسة دي حاجة هتسهل على حياتي في حاجة هتخافي في العب فبالنسبة لي تمام نوفيش قعباء مختلفة احنا كمان شايفينك بتتكلم كويس قوي وعندك ثقة كبيرة قوي ما شاء الله في نفسك فاحنا شايفين ان انت يعني ينفع او تعرف او لازم تعمل فيديو تحفيزي للناس اللي اول مرة يدخلوا على الابليكيشن انك تقول للأباء والأمهات اللي يمكن مش عارفين يتصرفوا ازاي مع ولادهم اللي عندهم نفس المشكلة اللي انت واجهتها زمان ازاي يعدوها ويتعاملوا ازاي معاهم الاماكن اللي هما ممكن يروحوها وقدين موضوع سهل انه يتخطوه وبالعكس ياخدوا منه قوة انهما يبقوا حاجة مؤسرة نحن بنبدأ نتعامل لان احنا نقول لهم ان دي المشاكل ممكن نحلها بشكل فلاني ممكن في حلول من كذا ومن كذا نقول لهم ان المواضيع عادي يعني مشكلة زي اي مشكلة ممكن تتحل باي شكل ففكرة برضو يعني ان احنا بنوجههم وبنقول لهم ان هما طبعا الاباء او الفئات الكبيرة عاملين شو هيبقى حاجة دي تبقى لسه محتاجين ان هما يفهموها اكتر فاحنا حتى قدام في الخطة اللي قدامنا بالابليكيش هنبدأ يزهر نبدأ نعرفهم ازاي يستخدموه بشكل كويس ازاي يقدروا يستفدوا منه استفادة كاملة عشان لو في اي يعني عاقب وما شايفين عاقب عندهم يقدروا يتخطوها ويبقوا احسن يعني ربنا معاكم محمد وكل التوفيق طبعا ودي البداية لسه ان شاء الله بالتأكيد بعد الابيكيشن او طبيق ما ينطلق والناس كلها تعرف عنه بعد فترة بالتأكيد هنزود خدمات بحسب ما نشوفه بحسب اقبال الناس عليه بنشكرك شكرا جزيلا محمد ابراهيم منفذ مشروع ابيكيشن موبايل لدعم اصحاب المشاكل الحركية شرفتنا نوارتا صرفتنا يا محمد وبنذكر ممتك كمان على دعمها ليك